موسيقى السلام عليكم السعادة السلام أخويا بخير موسيقى الله يبارك فين مبارك كريم الله يبارك الله يبارك الحمد لله الله يبارك الحمد بخير علينا وعليكم الجميع المسلمين إن شاء الله خير إن شاء الله للقدمة مباركة على الجميع الأمة الإسلامية جمعها الله يبارك على الجميع المسلم إن شاء الله هذه الأجواء رمضانية الحمد لله يا أخويا وسام نحن غادي الحمد لله أمور غادة مزيان يعني كشف كالديو تداريب صباحية أو تداريب بسائية ولا غير مرة في نهار تداريب كان كان فاروقو الأسبوع كان قسمو لا كان قسمو الأسبوع بحلي جج حيصاس في الصباح قبل الفطور مثلا لأنه في آخر سيمان كتريني من وراء الفطور نعم يعني هذا هو البروغرام اللي في رمضان أو لأبراحش بعدها بقول لا غير في رمضان آه يعني عادي سأبدأ معك يعني أول سؤال كيف تكشفت الموهبة ديالك وعرفش عادي لأنا أنه عادي ودخلني على مكورة فطورة آه بحالي بحال الجميع المغاربة كتشفت موهبة ديالك كغير في الظنطة فرق أحياء وذلك شيء من بعد كتتحول تتأثر نفس ديالك وكتدخل شيء نادي وكتبدأ المسيان هذه الساعات خلشي الأول نادي اللي هو فرق أحياء ريادي تدرشي في فئات العمورية كاملة يعني كيفاش كانت الأجواء شماية وكيفاش حكينينا هاد هاد الحقبة اللي دوسي آه فمن بعد نكتلك من بعد من اللي عرفت راسي راس آفي تتبقى لكو حد الموهبة بأنك ركي تلعب وتيقولوا لك أصداقة ديالك ركي تلعب مزيان وذلك شيء صابقا مشيت دخلت المدرسة ديال الرجع البيداوي وبديش معاهم من الصغر ديالي من المدرسة اللي كل وبقيت غادي كنتدرج في الفئات تل كاتي تقريبا آآ يعني ما كملش تل تل كيب يعني لفارط الأول شنو الشنو السبب اللي خلك فاهم ما كملشيش فاك راجع غيالي آآ فالسبب السبب السبب الأول اللي خلاني أنني ما نكمل شو الوالدين ديالي الوالدين ديالي هما اللي حبسوني على على كور القدم بسبب الدراسة تماما حتى 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 كنت كنت ما نجحت في حد المستوى اللي هو كاترية وما يحبسوني على الدراسة صحيح ما بقيت المشيش أنا ذاك نقاطعشي على الدراسة يعني صحيح نقاطعش نقاطعش على كورة القدم ركسة وهنا عادي لن توجد لبعض السؤال ماذا يمكن أن أنا غياري حاليا يقدر يزاوج بين كورة القدم والدراسة بنفس الوقت ولا كي صعب خصوصا عشيات تجربة ماذا نقولك أخوة يوساما صعيب صعيب في المغرب صعيب بزاف أنك توفق بين دراسة و كورة القدم عشيات تجربة بزاف شباب كي ضيعوا راسهم بسبب الخوروج من الدراسة و تتوجدوا كورة القدم بوحدة تستخلوا بعد اخترات لكورة لدراسة هادي صعيب بزاف و تا عدنا في المغرب ما كيساعدوكش باش أنك ما كيساعدوكش بأنك باش تلقى راسك تقرأ و تتوفق في كورة القدم صعيب بزاف تماما أنا بشكل مع كل شي فخصوصا مثلا في الدول الأوروبية سيكونوا دي سنتر يعني اللاعب كيقرار و كيدرس تماما يعني جميع الأمم وهي آل عكس يعني هنا مثلا باقي موصلناش لدنيف لا باقي موصلناش لدنيف باقي موصلناش لدنيف انتقلش الواحد الفارق اللي ولاد يعني ولاد موايد كيباش 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 جات الفكرة و كيباش دخلش الواد الفارق لعبت معهم جنيور لعبت معهم جنيور ولعبت معهم سنيور من بعد مشيت للرشاد البرنوسي لعبت معهم عامين في برنوسي اللي الصراحة برنوسي فهي بواب اللاعبين اللي بغي اللي بغي نتاقلش فارق في الدرجة الأولى فهي بواب بزاف اللاعبين اللي فتحت لهم مجال بأنه الناس مشوا الفارق في الدرجة الأولى فالحمد لله نقضيش معهم وحد سنتين زوين الحمد لله و من بعد يعني الموسم بالضب برنوسي في موسم كنظن أنه موسم 2011 2010-2011 2011-2012 إذا نحضرش الحقبة الدهبية للبرنوسي لا، لا، أنا جميش منور هذه الحقبة آه آه جميش من يعني فارق رشاد برنوسي آنذاك 2008-2012 وصل الفينال ديال كأس العرش و بعدها لعب هذه الحقبة يعني تلعف لعف الكاف يعني ضد تارج الجماعة دي شو سيء بعدها شفنا دوك اللاعبين غبعوا هيا فاش غتجيوا حقبة ديالكم آه ها ديالي الحقبة اللي مشت اللي مشت الفينال ديال كأس العرش شو؟ تمام آه هنا أنا رأى واحد لاعب واللي يعني سهول شو أنا يقللي 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 حسنا ورصادق ديالي أيو كراوي لاعب أيو كراوي و دا كان ديما كي يعني ديما كي عوليه في التراف يعني قال لي ها ديالي خدججول عليا رغريب خها يضحك قال ليها قال لي وحد نهار وحد نهار كنا كنا تستنطر يعني وعنت وجهوا الغرفة نون وحسيشوا بالجوع و كراوي قال لك قال لك يعني فعد الله ت.... جأني الجوع يعني جيب لنا شي حاجة منها ولم تقبلو، مشيش شي يعني مشيش شي تخافشي ملقي شي تشي حاجة لقيش غلخب، وقال لي هذي شعودو دالي غير فيضحاك شي كاليمة الأيوب كيراوي من المنبضة؟ التحياتي الأيوب كيراوي السراحة، هو صادف عزيزليا أيوب عزيزليا بزاف، والصراحة أنا أنا كنشوف بأي يوم كيراوي من الناس لما نصفتهم شكورة الصارة تماماً كانت بارك الله عنده كاليشة كبيرة ولكن بعد اخترت الواحد ما كنت نصفه شكورة تماماً بعد ذلك قد نتعاقل الفريق من هدات بركان اللي قد نتعاقل نعرف لحد المشتوع كما كان عرفه يعني في وزير التجاع اللي استعاد الفريق للقسم الوطني الأول وكان حامل المشاريع اللي هو نشوفه فيه حالياً يعني الفوز بالألقاب يعني كيفاش جات الفكرة وكيفاش عشي هاد جريبة وهاد المشاريع وواش كانت يعني جريبة إيجابية ولا سلبية ثم بعد ذلك قملي قديت واحد عامين في رشاد برنوصي فتم اتشيقال ديالي آنوس صرد إسماعيل وأيوي كيراوي مشينا نتعاقلنا ثلاثة نهداش بركان شراولينا العقد ديالنا كانت ذلك الساعة نهداش بركان يلا طلعت البروميان ديفيزيو وكننا احنا من لاعبين اللي انتعادبوهم في ذلك السنة فالحمد لله قديت معهم وحد السنتين اللي الحمد لله اللي عرفوني الجمهور المغربي فيها قديت فيها وحد السنتين الحمد لله كنظن أنا لا بأس بها الحمد لله قدرت فيها وحد سمية ماتين ومن بعد فسألة لي العقد ديالي ما أكتبش الله ما أقدرش نشدد معاهم ما أكتبش الله بسبب عداش ظروف اللي منها العقد مدت العقد وذيك الشي الجديد وجاني عارض من فارق الدفاع الحسني الجديدي اللي وقعت مع هذيك ساعة عامين ومن بعد جدته حد السنتين يعني انتقلش الدفاع الحسني الجديدي ما فين ولو عادي الحسناوي صراحة أبان على المؤهلات يعني عالية لا فضع شادل في نظر بركاني الدفاع الحسني الجديدي ستزيد الموهبة العادي الحسناوي خصوصا سيرلقبونا بمحرات الواسط ومشيش يعني مشيش مع الفارق مزيان ووصولا للنهائي نهائي كاسل عرش ضد فارق رجع لكن ما تشوتوش بشوش باللقب يعني يش مستعدد فها كيف ما قلت لكم اللي مشيت للفارق الدفاع الحسني الجديدي فالحمدولله كانت واحد تجربة كبيرة الحمدولله تم مرحيش معه مع هذي خمس سنوات منها كانت واحد وصلنا للاحد الفينال معاك في كأس العرش مضد فارق الرجع البيضاوي اللي كانت واحد مقابلة كبيرة قدم واحد جماهير غافيرة تبارك الله دوزنا واحد مقابلة كبيرة وكبيرة بجزاف شادل جماهير مغرية كاملة اللي مشينا فعل ضربة جزار جحية فالحمدولله على كل حال وخماتو وجناش بذلك اللاقب ولكن الحمدولله الجماهير المغربية كاملة تعاطفة معانا وقدمنا واحد مقابلة كبيرة وما كتبش لنا الله نفوزه بذلك اللاقب يعني جيبي بكذا شكاش قيمة الدفاع الحسني جاليدي مش مصابتش منا اه ما اسمع ما اسمعتي السؤال نا ما اسمعتش اوسع اه قلتلك اخويا عادي يعني هالك تجربة دفاع الحسني جاليدي ما لها وما عليها كبش كاش قيمة يعني واش كانت ايجابية ولا سلبية طبيع الحال كانت تجربة ايجابية فبش شكري مع فارق خمس سنوات فهي الحمدولله درس فيها بزاف ديال الافراح منها منها وحتسانا مشينا مشينا تكلاسينا دوزيام كنا من افسين مع الويدات بيضاو على اللاقب اللي اللي خداولينا مع الشيطر وابوان مع الشيطر وابوان باش فاتونا بيضاو اللاقب من بعد بشينا تشابيوسلي قلت اهننا لدور مجموعات لأور مره في تاريخ فارق الدفاع الحسني الجديدي فاش بنا تأهون من فارق من عند كونغوف مع فارق فيتاكلوب فيتاكلوب ومشينا الفينال ديال كأس العرش وكان عندنا احد فارق قاوي وقاوي بززاف اللي كان كيهابو جميع الفارق المغربية فالحمدولله انا كان قيمة تجربة فهي تجربة ناشعة جدا الحمدولله هادي الحسنوي غد يكسو انشاق الفارق المغربية تيطواني يعني فارق جديد فلسفة جديد كان هناك فارق مغربية تيطواني اللي كي لعب كورة حديثة يعني كورة فالأرض اه يعني المشاوع يدي الحسنوي كيفاش غد شكش شوفة تجربة أيضاً وكيف جاء الشيقة للفافق التطواني فمن بعد مقرد الخمسة وانوات في الدفاع الحسني الجديد فانتهى لي العقب ديالي مجددش ما الدفاع الحسني الجديد جاني واحد للعرض اللي الحمد لله وافقت الي من فارقة المغرب تطواني وقعت مع ام سانة اللي هي اللي فاتت الحمد لله دوا سيديك السانة الحمد لله مزيانة من بعد الناس جلسوا معي بش يجدوا معي فاجدت مع امت السانة اخرى هي هادي فالحمد لله انا كان وصف بان جريبة غادة مزيعة الحمد لله ايش نطموحك مع الفارق على المستوى البورطولة وخصوصاً ده الكأس اللي غالي على القلوب المغاربة كأس العارف فالطموح ديالنا اول ان هات السانة هو ان ان شاء الله مشوا مزيان فلاكوب ان شاء الله نوصلوا الفينال اللي ما تشوجوا به ان شاء الله ونفرحوا بدكلاكوب ان شاء الله فارق جامعة جامعة جيطوانية ان شاء الله اللي هي اللي نقص الخزينة ديال فارق المغرب جيطواني الكل طموح لهذا اللاقب ان شاء الله باش يتشوج به فارق المغرب جيطواني ان شاء الله هادي الحسنى امور ان جي معك السؤال اللي كن شادو الجمهور يعني كنشوفه المقافلة الاخيرة اللي في كأس العارف اللي درشي يعني درشي هالا اعلامي يعني صحاً تشابير يعني فالغيزو سوسيو بويتنا وجع معك يعني كيفاش يعني واحد فربع نياعي ضد فارق المغرب ريادي الفاسي واحد اللحظة يعني كنتو كنتو مش عادلين غيش يطرب ديال الحارس يخيال فلالي كيف لاش تحملشي مسؤولي يعني من دون اللاعبين ومشيشي انشان لي اخديشي القفة زيشان فكيف قلتشي من بعد طرد الصديق ديالي إحيا فتنتفاجئوا بعندنا تغييرات سالم هذه الساعة شفت في احيا وشاف في اعطاني اللي قو ديالو وتاق في اياه قل ياك يا عديل لبس اللي قات مشيت للبوتو كانتو حاد كوفر ديال محمد القي غاي تيرير الحمدول الله توفقت بأنني منتصد داليال قطني واحد الحاماس واحد واحد الشحنا باش نمشي لضربة الجزاء انشاء بمعنويات كبيرة الحمدول الله علش يعني اللي بعتنا أف علش ما زعماش لاعب آخر اللي ممشيش للداربة الترجيحية واش كان يعني عدل السناوي واش كانتو يستاعد قبل الداربة الترجيحية يعني كانتو مطمئة خصوصا نسمع تصريحات ديالك يعني ماكنشيش معول وانا انا شك في بلانشيات صراحة كين السعدات قبلها عالية أخويا أسامة ماكنضونش أنني كشت مستاعد ليوم نهائيا فماكنضونش أنش واحد كان متوقع داك السيناريو يطرد لك يطرد لك الحارس الرسمي ديالك في المقابلة وتمشي ويمشي لاعب ويمشي لاعب اللي كي اختصاص دياله وكورة القادمة ماشي حراسة المرمى ويمشي يمشي البوتو يتصدل ضربة الجزاء فكنضون أنه وسيناريو مستبعد جدا فالحمدو لله يحيى تقفي أعطاني الليقات الحمدو لله ومشيت الليقات وتوكلت على الله و الحمدو لله ربي جابت يسير وصاف شنو الإحساس زيالك من اللي جبتش البيلانشي ديال اللاعب عبد العظيم خدوف خصوصا عبد العظيم خدوف يعني كي ماكي البيلانشي مزيال شنو إحساس زيالك شنو يخلي شي باش يضيع البيلانشي شنو إحساس زيالك شنو إحساس حرية زيالك لا هذا كاتوفق من الله سبحانه وتعالى تختار شحد واحد المكان ترتامي فيه وكيجيب الله تيصير وصعب انا اصلا مش اختصار بها لغير توفق من الله سبحانه وتعالى وصعب انا اختاريت هذا المكان شفتلي في عيني بلية غادي حسيت و بلية بحالي غايت يريتم ما اختاريت هذا المكان الحمدولي لا قدرت نتصدها لها و تشريك كانت توجيهات من الحارسي حي الفلالي في الاول قبل ما نمشي الى البلانتيات من الاول فهو لمشي اعطاني دي كونسين اعطاني واحد معلومات يساعدوني الحمدولي الله لك عبد الجمهور الكريم خصوصا حي الفلالي حارسا القريب منه يعني اللي عنده اللي شبك الله حارس من الشرص الحفاظ على الصعيد الوطني اللي ما زال ما قاش الكلمة دياله اللي اغسي عرف مغير في شطوان عشنوش بغيش قول هادي الحارسا اللي صديق دياله و كلي معاكم في الفارق يحيى الفلالي فهو قبل ما يكون اللاعب والزاميد ديالي فهو الصديق ديالي من شحالا دي فتبارك الله فهو اخلاق عالية الحمدولي الله حارس في المستوى الكبير من حراس الكبار في المغرب تماما فالحمدولي الله عنده حد اخلاق كبيرة وعنده ديالي شي كبار هو الحمدولي الله غادي معانم زيان في المغرب تيطواني وما زال غادي يكون احسن إن شاء الله من هنا القدام إن شاء الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نشملنا لكم تشوفاق إن شاء و أخي حياق إشنو قطو محكوفة المسابقة خصوصا غتواجهو دابا اللي فارق اللي كبير فارق الويداد الرياضي إشنو واش كتساعدو ليه وخصوصا دابا هنا كان قرار كومنتار قلو ليه واش غيكون يحي الفلالي فنسف النهاي ولا غتحبس نشاء عادي فما كنظنش هنا أنا غادي نطفل على حراسة المرمى فهي غير سحابة أو بديزة فاختصاص دي الله حراسة المرمى فهو عندو عندو الناس ديولو هم من الصغور ديير مو ما كيتمرنوا على هذيك المكان أنا غير يبانيش وصاغيت شي يكين مقابلة عندنا صعيبة ضد فارق الويداد الرياضي وشنس اللي هياه مقابلة ما تكون سهلة عارفي القيمة دي الفارق اللي غلي عبو ضده احنا يا ان شاء الله وخل مقابلة بقى بعيدة الشهر سبعة كمضون فاحنا بقي على الحال الياد الزاف ولكن ان شاء الله من غادي يجي وقتا غادي نقول الكلمة ان شاء الله ديالنا وغادي نكونوا نكونوا في المستوى ان شاء الله باش نندوزوا النهائي ان شاء الله رحمة راح ماذا تقول الجامعة تيطوانية يعني في كلمة الجمهور تيطوانية اللي كيتفرش فينا فالكلمة اللي نريد أن نقول الجمارة التغوانية أنه إحنا كلعبين إحنا أول حاجة كنبغون ديروا هي كنفرحوكم وندخلو لكم الفرحة البيج ديالكم فإحنا سعادة جداً بدتأهول وسعادة جداً بدفرحة اللي دخلنا عليكم كانت منه إن شاء الله الرحمن الرحيم ما تبقلوش علينا بالتجاعة ديالكم والموتفاصل ديالكم باش تحمسونا ونبقوا ديماً نفرحوكم إن شاء الله دائماً وآباً إن شاء الله الفخرة الأخيرة غن أعطيك ديماً غن أعطيك أسماء وش أعطينا رائي ديالك نبدأوا باللاعيب الأول اللي هو أيوب الكيراوت فأيوب الكيراوت هو أخوة صادق لي كنت منه لي التوفيق للحياة دياله إن شاء الله وكان بغي وليها الخير إن شاء الله رحمه الرحيم المدرب جمال دبيل فتوهوة كنت منه لي التوفيق كنت منه لي مسيرة موفقة في المهنة دياله كمدرب جديد على الساحة فهو كان مساعد دابا هو مدرب رسمي كنت منه لي إن شاء الله غير التوفيق وكانت منه لي مسيرة موفقة إن شاء الله في هذا الميدان إن شاء الله رحمه الرحيم هامس يحيى الفيلالي يحيى الفيلالي فهو صادق وأخ ذيالي كنت منه لي إن شاء الله مسيرة موفقة وش زوزة صالحة حيش بقي مجيوش والله يوفقه في حياته المدرب عبد الرحيم طاليم فهو قبل ما يكون مدرب ديالنا فهو أب بمتابة أب ديالنا كي زودنا دائما بالنصائح دياله وتوجي هات دياله فكن حيي من هاد المنبر وكنت منه لي التوفيق إن شاء الله إن شاء الله سياد الحسنى وي مسخينه شبيه كان حيوان معك شكرا دار تعرفكم أحذبي في أي وقت كلمة أخيرة وكنشكرك أخويا أسامة وكنشكر المشاهدين ومستمعي الكرام ورمضان مبارك سعيد والله يدخل عليكم أيام المباركة والله يدخل عليكم ليلات القدر بالمغفرة والرحمة ولجميع المسلمين إن شاء الله شكرا للموصول إدارة موقعي من ضرب الشميد شكرا للموصول أيوب عبد الباقي الأستاذ عبد الله عبد الباقي وأستاذ كابير خزاوي وبهذا اللقاء نضعب لكم موعد آخر إن شاء الله إلى اللقاء الخلقة القادمة إن شاء الله مع السلامة شكرا أخي وسلم شكرا شكرا تابعونا في قناة اليوتيوب جنة وفعلوا خاصية الجرس سوف يفصلكم كل جديدة ترونوا شامل الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي